كثير من الناس استثماره للوقت خطأ لأنهم ضيعوه إما سهر أو كلام فارغ أو نوم بساعات طويلة أو على شلة أصدقاء كن فارغين أيضا لذلك هناك قاعدة تعلنتها من شخص حكيم شكوت له ضغط العمل لديه وكيف أوفق بين العمل وبين الحياة الاجتماعية فقال الاجتماع الذي لا دين فيه ولا دنيا لا تجلس فيه للدين ينفعك في حياتك وآخرتك وللدنيا ينفعك فيها كمكسب مادي لك أو منفعة لأولادك أو صلة قرابة أو صلة رحم اتضح للأسف أن تسعين في المئة من جلسات الناس لا للدين ولا للدنيا يتكلمون إما في الكرة أو للفن هذا لا يعني أنك تجلس فقط في المسجد لا لكن لو أن يكون وقتك مقسم لأخرتك من استغفار وذكر وصلاة على الرسول أو لأصحابك وقرابتك نصح وإرشاد أو لأولادك تربية وتأليف وحياة عائلية استغل وقتك بأي شيء ليس كله قرآن لكن يجب أن يكون لك نظرة في هذه الحياة ترجمة نانسي قنقر